أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم أضف الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة حينما تضع تعهدات بشأن المناخ تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات حيث أن قدراتها تنظيمية والاقتصادية تمكنها من الوفاء بتلك التعهدات الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أنها عندما تقول تعهد تقدر تعمله لكن في دول في أفريقيا ومصر منها في أفريقيا ومصر منها لما تحط تعهدات بتبقى تعهدات دي صعبة جدا لأن هي أقل شيء مطلوبة هو التمويل 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 المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج للساسمارات ضخمة جدا ولكن طب إحنا حنمول دامنين وخدينا ديك مثالين صغيرين طارق الملة أو المهندس طارق تكلم عن إن إحنا خلال السبع سنين اللي فاتوا فقدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف إلى حوالي 15 مليون واحدة أو 60% من إنتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل الـ 15 مليون واحدة أو نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تعمل بالغاز الطبيعي ده كلفنا دي إيه وقت قهد وأموال ترجمة نانسي قنقر